السلام عليكم. المنتخب التونسي اليوم فيز على منتخب او حومد بالاحرص او توميه اربع السفر شخصيا تفرش في المقابلة في الملعب وتفرق يعرفوا اللي يمشيوا الاستادات يعرفوا راه يتفرق برشا انك تتفرش في مقابلة في استاد وتتفرش فيها في التلفزة في القهوة في التليفون متاعك كله هو لانه في التلفزة يعديوا الكين اللي هو ما يحبوا عليه معناها فين الكورة في الكاميرا في الملعب ليه في الملعب تنجم ووقت اللي تكون في استاد تنجم بعد ما تصيرها كسيون تحب انا اخوين نحب نشوفه شنوه صار بين الملعبية تماشي تلكيشة بينهما تماشي رد الفعل السلبية تنجم تتفرش في كل شيء لذا اليوم على حسب ما تفرجت في المقابلة اهم نقطة ايجابية اهم حتى من الانتصار لانه اليوم ووقت اللي تنتصر ضد صوتا وميه ولا ملاعب يسجلك هاترك ولا سوبر هاترك ولا اللي هو ما هي شي حاجة كبيرة المنتخب في المتناول او المنتخب المنافس المتناول والمنافس الضعيفة على الاخر هو حتى اللي يمشي والاستاد ويلقاه في كل السابورة تلقى تونس تي او ان تي او ان الاخرى تلقاها استي بي والله فكرتني بالستي بي البانكة وكل بنكة نعرف عندها الجروب متاحها متاع سبورة ترافاي اليوم المنتخب التونسي هي عبارة لعب ضد الغروب متاع سبورة ترافاي متاع البانكة متاع الستي بي على خاطر اللي شفته اليوم من ملعبية منتخب صوتا وميه جميعا فرحانين فرحانين انهم ظهر لي اول مرة بعدين بين خوسين اول مرة يلعبوا في في حشيش مش في جازون في حشيش فرحانين شيخين هاو تكلوا ويت هاو يجري هاو يعمل هاو ما نعرفش اشن هو شيخين اول مرة يلعبوا في ملعب في قيمة ملعب رادس بيش نعرف المنتخب اللي يواجهنا لذا وقت اللي يوسف المساكني ماركيلي وقت اللي المنتخب التونسي يربحها ربعة مش هي ذراو المنتخب التونسي اليوم العب سمحوني في الكلمة صوتا تقريبا فيها عشرين الف خمستاش بين خمستاش وعشرين الف نأكدلكم بما انو الانساء يدخلوا والصغار يدخلوا بليش نأكدلكم العشرين الف ينكون ثم خمسة الاف يفهموا كورا الخمستاش نالف الاخرين بين الصغار وانساء ميفرموا حتى شيء يعرف لك يوسف المساكني واكه ويحبي يجي يتفرجوا يعمل سيلفي ويعمل كذا واذاك علش رقام اليوم فرحانين المنتخب التونسي فيز على منتخب صوتا مي أربعة سفر انتيجة إيجابية كأول مقابلة للمنتخب المؤهلة الكأسة العالم الفين وستة وعشرين أمريكا المكسيكا كندا اما الناس اللي تفهم كورا تعرفوا اللي اليوم ما تماش لعب عطيوني انتوما اليوم تماشي الكورا دارت ستة سبعة ثمانية مرات كورا لوت ما تماش الملاعب الوحيد اللي شفته اليوم الملاعب الوحيد اللي شفته اليوم ينظف خواف اللعب ثم برشا ديشي هو قاعد ينظف هو اليس السخيري اللي ما النجم كان نقول الفترة الحالية تماشي ملاعبي أفضل من اليس السخيري بدليل أنه أبرز لاعب حاليا في أوروبا هو السخيري والمستوى الكبير اللي قاعد يقدم فيه مع فريقه أنتراختا فرانكفورد البقية يأخذوا يعطيه درجة يدخلوا في المقابلة أربعة ساعة يكونوا خرجين الموضوع لكن أكثر لاعب اليوم شفتوا خارج الموضوع ونعاود نقولها ونتحمل المسؤولية متاعي وبابور وزفر يوسف لمساكني اليوم لمساكني من عرش شانم تماشي جمعية أضعف من المنتخب لي واجهوا اليوم منتخب التونسي خلي نجيبوه لك تماشي ما تبرز صحيح مركة يشنون مشكل مركة إن شاء الله ما يخرج لي شكا بوراوي بركة وقولك نعاود ونحطوله حرز والله يوسف خايف عليهم العين عليش خاطروا مركة زوزبونت وذد بوتسوانا وقته ظهر قالك خايف عليهم العين إن شاء الله تزيد اليوم تخاف عليهم العين وعملوا حرز برا مشي له للشيخ الفيركسي شيخ الفيركسي يعمل له أخوي حرز كلمك كبابوشا ولا كالفاهم قولوا عملي حرز عن الشيخ الفيركسي اليوسف المساكني على خطر خايفين عليه ملعين عليه مركة ضد لبرزيل هاترك مركة ضد المانيا لير والله يذرى مركة ضد سوتهمي شكونا ذي سوتهمي مش نعرفوا معناها بعد ما يجينيش واحد يقولي والله يوسف لمساكني ويوسف لمساكني نقطة أخرى خوي يوسف لمساكني اليوم مستحق بش يلعب التشكيلة الأساسية نعرفوه يوسف ونعرفوه مستواه ونعرفوه إنه زلوا موجود في المنتخب مش مشكل من أجل الخبرة متاعه لأكثر لأقل علي سيفالله بلطايف مهبطوش من له ريت اللعب الإيجابي سيفالله بلطايف اليوم مش يفصل يوسف لمساكني كل كنترول يعملوا فوقه هانو كل باس غالطة يا معلم ولا يجري بالسيف السيد عادي جدا يجري بالسيف بما أنه يلعب في قطر بما أنه يلعب في دور يضعيف وبما أنه ستار يعمل اللي يحب عليه قلت لكم يا الأولاد أراهو اللي يتفرج في استاد مش كيف اللي يتفرج في التلفزة اليوم مثلا وقت اللي يوسف الكورة تكون عندي ياسين مريح ويوسفي هز يده دي راكد ياسين مريح باس لونج سيفالله بلطايف مرتين تلب ياسين مريح بش يعطيه باس لونج كيف مكان يعطي اليوسف المساكني ما هزه ما خزر لهش من نصر هز راسه ودور وجهه الملاعبي بتاع بارما أنس الحاج محمد طلبه مرتين كيف كيف بش يعطيه باس لونج بما أنه الأدفرسير ضعيف طايف شو واكسليراسيون تلقى روحك تاتا تاتا ولا مخزر له جملة واحدة؟ يعني باش نعرفوا المعاملة متاع بعض الملاعبية في المتخبرة هيتفرق موش كيف ملاعبي جاي من أوروبا ويحب يبرز خليوهش يبرز ليه خليهش على خطر اليوم لو كان حبينا بعض من الملاعبية يبرزوا وريني انتي جويني العائد من الإصابة العائد من الإصابة ما أعمل الجويني اليوم؟ ما أعمل شيء يحبط لي يا أخي أنس الحاج محمد بفل المزال صغير يحبط لي من الأول ياخو وقته بالك يسجل ملاعبي يتفرجوا فيها الستافم تاع بارما كان أحبطت من الأول ياخو الفرصة انتاعه في بارما تلعب على السعود تحبط لي في الجويني واحدة وثلاثين سنة ذدسة وتومية علش ما الأول ما أحبط ليش انتي إخويا سيف الله بلطايف يوسف المساكني نعرفوه ونعرفو مستويه ما تماش علش باش نحبطوه اليوم سيف الله بلطايف تقول ينحذروا الكأس أفريقيا بالمقابلات هذوما تنجم تحذر بسيف الله بلطايف رك تحذرش بيوسف المساكني يعني كتحبط بلطايف مش مش تجربوا بعد يمشي على روح وعلى خطر الكلمة دي سمعتها برجة مرات شي يقول لك يقول لك ليه نجربوا في لا يزمنا نحذروا المجموعة بتاعنا يعني تقول القائل ثم ملاعبية معاينين يزمهم يلعبوا ما للأخرين علش ما يتلهم حب نعرف انا وكهو حب حلقة متع تساؤلات علش ما يتلهم علش اسمه هو داي المحمد الحاج محمود متع لوغانو سويسري هيك عايت له بعد مهبطوش كيف مهبطوش في السابقة اليس سعد ومهبطوش هو تاوي علش تعايت لهم جرب علش تحرق فيهم لملاعبية بالرسمة اليوم كانك القادر يمشي في بالو المهرج مشي في بالو روه اليوم عمل حاجة إيجابية روه غالط على الأخر غالط اليوم المنتخب التونسي الراح حتى لو هو منتصر 4-0 متواضع متواضع على الأخر ما تماش بصمة المدرب على ملعبية قولنا ما تماش بصمة المدرب على ضد منتخب في مستوى المنتخب التونسي مش مشكلة ما انتي تضد صوت او مين اللي عبارة عاية الجامعية من الناسيونال كات باش تجرب معها ماتش دابليكاسيون عندك النوعية متع لعب معين تحب تجربه ما تنجبش تجربه ضد منتخب انتي وياك كيف كيف ولا هو أفضل منك تجربه ضد منتخب يبدأ في المتناول باش طريقة اللعب اللي تحب تجربها تكون عليها موم لو ما شفنا شي خوذ كورة صونتراج خوذ كورة صونتراج باستويلة مدفاع للهجوم مدفاع للهجوم والله العظيم ما ثم شي اقصم بالله ما ثم شي برا نقوله مبروك للمنتخب التونسي انه اليوم انتصر وحمده لله انه حمز رفيع اليوم كيف كيف سجل هدف ان شاء الله يدخلوا اكثر في جو المنتخب وهذا ما عدنا منقل وحلقتنا اليوم وفات في ختام الحلقة كالعادة البيارة ما تبقى كمش يقولكم تحية تونس عيش تونس كنا تونس وسلام